وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظم المرحلة الحالية بالخطرة دعياً القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها موضحاً أن احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور واحترام لمنطق الدولة واحترام لاحتياجات الناس وجاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات الإزديات وما يثار حوله من عدم التزام الحكومة بتنفيذه على الأرض مقابل تسهيل عودة أسر داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعى الجنوب الموصل أمام مرأة ومسامع أسر الضحايا الإزديين وطالب الكاظمي بحلول منطقية تعكس ندوجاً سياسياً من الجميع وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إذا أواجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان مضيفاً أنه بشجاعة ومن دون أي خوف فأن هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات لكن هذا ليس منطقياً لأن الأزمة الحالية هي سياسية وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن وبناء الأمن والأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة